برغم من خطورة الأوضاع في سوريا وصعوبة الاستقرار لكن أبو صبحي قرر مع أفراد عائلته العودة إلى بيته وأرضه بعد أن فر من الحرب لسنوات وضف كل الخبرة الطويلة في زراعة النباتات الطبية ونباتات الزينة في خدمة مشروعه فحول هذا العشق للزراعة إلى مصدر رزق نتابع ونبدأ النقاش أنا فيصل موسى عب صبحي المعروف صاحب مشتل الصباح كان عندي مشتل عند المطار 15 سنة و جيت لهم بعتوا الأرض هناك وشتريت هون وكما قيمت المشتل وزبطت المشتل ضليت 10 سنين بهالمكان هذا وصار هالنزوح وصار هالهذا وتركنا نزحنا على تركيات 3 سنين ورجعت الحمد لله ورجعت قيمت المشتل وأقبال طلعت يعني عباشتغل هنيك بلد ما هي بلدي قلت باجي بشتغل لبلدي لشعبي لأخواتي لأه والحمد لله رجعت قيمت المشتل وزبطته والأقبال جيد جدا يعني الحمد لله والله كمنظر وطبي يعني هلا بالنسبة لهون الشتلة المليسة يعني هاي هي طبية هي كمنظر كرايحة يعني كليل الجبل كذلك كمان طبي كليل الجبل وفي عنا الورق الغار الغار الأصلي مو غار الزينة تبع الحدائق غار شتلة الغار الأصلي يعني الورق ومحطوها على الفروج مشان زناخها مشان لا دا كمان هاي شتلة كمان كويسة وجيدة وهون ماشي عنا يعني وفي زرعات تانية في عنا مثل هدول الزرعات هاي الزرعة هاي هولندية جاية على تركيا ومن تركيا صدروها جابوها لعنا يعني هاي جزمانية أثماء يعني هاي نوعه فريد كتير يعني هاي أول مرة تدخل سوريا يعني بهالفترة هاي يعني هاي شتلة الأريكاريا كمان هاي كمان هولندية كلها شغل من برة يعني هذا بجينا هاي الجنب هاي الشوفينيرا يعني هلا ندرنا هوني نزرعها ونكاسرها يعني على إيدنا ومشي حوالها والمشتال بده نظار بده مثلا متابعة بده الحكي هذا يعني وانا بالنسبة إلي يعني من أولي عندي شهادات وعندي بالنسبة للزراعة وعندي شهادة خبرة عندي وبعد فحوصات بغرف الزراعة أولي على أيام النظام يعني موقع ومختومة وهذا وكنت عضو بغرفة زراعة حلاف بالدرجة الأولى والله ما بتمنى بس الله هيك يدب هالاستقرار لها البلد وترجع الأمور مثل ما هي وتصطلح هالعالم في بعضها وهذا اللي بتمنى لكل هالعالم والله ما بتمنى إلا كل الخير حتى لبشماني يعني ما بتمنى إلا كل الخير لكل الشعب والله وينضم إلينا من ريف حلب الشمالي أبو صبحي أو السيد فيصل مساء الخير وأهلا وسهلا بك أستاذ أبو صبحي يعني أبدأ معك بجملة لفتت نظري في التقرير أنه في نباتات لأول مرة تأتي إلى سوريا سيد أبو صبحي هل تسمعني؟ سمعني سمعني بس بالفترة الأخيرة ما سمعت نعم إذن سيد أبو صبحي أول شي رمضان كريم وينعاد ما بنقول ينعاد عليكم إن شاء الله السنة الجاي بتكون أقل سوءا ذكرت بالتقرير أنه في نباتات للمرة الأولى تأتي إلى سوريا كيف ومن أين؟ والله بجيبوا من هولندا هؤلاء النباتات بجوعة على تركيا بستوردو ومن تركيا السنة يعني هاي أول سنة يعني جانا كتير من تركيا يعني نباتات كتير يعني من تركيا في تجار عبستوردو بجيبوا تركيا بتجيب من هولندا ووصلوا لعنا يعني بهالعملية وإن شاء الله نحن بكي بنحاول بنكاسر من عنا يعني حسب خبرتنا يعني لكن إن شاء الله بنحاول بنكاسر من النون يعني نعم سيد أبو صبحي ذكرت المليسة وبعض طبعا الأعشاب اللي تستخدم كمشروبات ساخنة هل التربة السورية اليوم صالحة للزراعة إذا بتحكي لنا أكثر لأنه في انطباع عام أنه لم تعد صالحة بسبب مخلفات طبعا القنابل وبسبب الجفاف والتغير المناخي والوضع الأمني لا لا صالحة صالحة نحن التربة السورية نخلط معها خلطة يعني مو بس على التربة نخلط خلطة بنحط اللع سمدة بنحط سواد بلدي بنحط أوراق بقايا أوراق الشجر يعني منخمرها وبتصير صالحة وبنزرع فيها والمليسة غرسة يعني بالعكس زراعة السهلة يعني هنا عنا متأقلمة مع الجو يعني المليسة على كليل الجبال على الورد الجوري الشغلات كلها عنا تشتغل عنا يعني نعم حضرتك أبو صبحي اختبرت الخروج من سوريا كما ملايين السوريين لكنك من القلائل ربما الذين قرروا العودة إلى بيتهم وإلى مهنتهم وعملهم شو اللي خلاك ترجع إلى منطقتك والله نزحت أنا بالألفين وطناعش يعني نص لألفين وطناعش نص لألفين وطناعش ضليت لت سنين بتركية أنا وعائلتي نعم واشتغلت هنيك رحت اشتغلت بمهنتي طبعا اشتغلت بمشتل مهجور معدوم واشتغلت يعني والله سويت له مشتل ندار هو ومرته يجوا يبركوا يشتهوا يبركوا فيه يعني وقد شاف هيك يحكي بالتركي يقل له لمرته يديه خير يعني شوفي يقل له ما شاء الله ما شاء الله سوري شوفي شون سوا المشتل قل له 18 سنة هاد عنده واحد تركي عديم على الخالص يعني قل له شوفي ما شاء الله شو صار ومع ذلك يعني طلعت أشتغل أشتغل والله يا دبا يعني عايشين يعني مصروف الاشتغل فيه بنصرفه هنيك طلعت قررت قلت له لعائلتي يا مرأة ضبية الأولاد لنرجع بلدنا أشمع بنشتغل بنعيش عايشين هنيك وهون عايشين يعني هون الحمد لله عنا ما ماتر شي يعني والله عايشين واشتغلنا واستفدنا والله واقبال ممتاز يعني مو جيد ممتاز يعني عنا يوميا بي عنا عالم رايحين جايين يعني الحمد لله أقبال كويس طبعا مشتل الصباح اللي كان موجود طبعا عند حضرتك منذ سنوات طويلة يعني منذ ما قبل الثورة واليوم أعادت طبعا افتتاحه والعمل به شو اختلف اليوم عليك بين السابق والآن اختلف صار عنا صعوبة لجلب البزور انا مشتلي يعني الحمد لله العالم تعجبوا يعني وقتبشوفوا انا سنت الماضي رجعت عالمشتل سنت الماضي وهي السنة صار سنتين يعني العالم اقتبشوفوا المشتل هيك هذا عمره سنتين عبتعجبوا يعني ومع ذلك لقينا صعوبة بجلب البزور ما في عم نجيب بزور عبتطلع فاس دي عم نجيب شتل يعني شتول من روح منشتري الشتل كان حقا مثلا ميت